الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فمرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة وكل عام حضرتكم بخير في هذه الآيام الطيبة المباركة ونحن في غرة أو في أوائل هذا الشهر المبارك الشهر العظيم شهر شعبان ومقبلون إن شاء الله سبحانه وتعالى على شهر الأمة على شهر رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا ومن حضرتكم صالحة الأعمال لكل عمل مهم ولكل انطلاق لا بد لها من مقدمة لا بد لها من مقدمة فكما يعني علمنا القرآن وعلمتنا السنة وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور العظام لا بد لها من تهيئة وتوطئة ومقدمات أي أمر عظيم لا بد أن يهيئ المرء نفسه له إذا كان سيقدم على عمل مهم لا بد أن يتخذ إجراءاته واحتياطاته وكذا ويلتزم بالحيطة والحذر والكلام وما إلى ذلك من أمور تنفعه في هذا الأمر الذي هو مقبل عليه وفي الحقيقة أن الأمة إذا أرادت أن تعود إلى ربها سبحانه وتعالى لتجد النصر منه والعزة في دينه والتمكين في الأرض فعليها وأن يعني تعضى على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ علينا أن نهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى فهما وحفظا وتدبرا وقراءة وكذلك بقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وأنا الحقيقة اليوم في هذه الحلقة والتي بعدها إن شاء الله عز وجل أحاول أن أتناول في هذه الوصية كيفية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وكيفية الاستعداد لهذه الأيام الطيبة يعني كل الناس وخلينا نبقى متفقين يا أخوانا إن ما فيش حد معصوم من الخطأ يعني هذا الكلام يعني قرره القرآن وقررته السنة وقرره أهل العلم أيضا نقلا عن القرآن والسنة أن العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أن فيه أخطاء لابد أن تقع من بني آدم لأن كل بني آدم خطاء كل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابوا الإنسان يخطئ ما في مشكلة لأنك لست ملكا يعني أنت مش ملك مرسل ولا منزل ولا نبي مرسل ولا شيء من هذا إنما من طبع البني آدم أو من طبع البشر أنه يخطئ وقد أخطأ أبونا آدم عليه السلام أيضا وتاب الله عليه لما تاب فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه النوى التواب الرحيم وغير ذلك مما تعلمه فالحاصل أن ربنا سبحانه وتعالى ودود ورحيم يعني يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ولكن هناك إشارات لا بد من أن يلتزم المرء بها كذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يضيع على عباده ما تحملوه من أجله هذه قاعدة ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يضيع على عبد ما تحمله من أجله من تعب أو ابتلاء أو صبر أو كذا أو فقر أو ما إلى ذلك لا بد أن يعوضه إن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الله لا يضيع أجر المحسنين فالله عز وجل لا يضيع على عباده ما تحملوه من أجله وما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم شيئا إلا عوضهم الله خيرا منه وما حرم الله عز وجل على الإنسان شيئا إلا عوضه الله خيرا منه يبقى واحد لا بد أن تثق في قدر الله وقضائه لا بد أن تثق في قدر الله وقضائه اثنين لا بد أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى حتى كأنك أو حتى تعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى أقرب لك مما معك وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بحسن الظن ما الله فاعله هكذا كان تعامل الأكابر إني لأدعو الله حتى كأنني يعني أشعر وأظن وأوقن بحسن الظن ما الله فاعله يعني حتى كأنني أرى بحسن الظن ما الله فاعله إذن لا بد أن تتيقن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى سبحانه وتعالى لا بد أن تعلم أن بيد الله سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى لا بد أن تعلم أن الله يسمع ويرى أن الله يسمع ويرى وبناء علي كما ذكرت الحضراتكم نحفظ هذه القاعدة التي أصدر بها هذا الكلام وهي أن الله عز وجل لا يضيع على عباده ما تحملوه من أجله وما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم شيئا إلا عوضهم خيرا منه تعالوا نشوف هذا الكلام على أرض الواقع من خلال مدرستنا ويعني استقرأنا لما يعني يفعل الله عز وجل بالعباد الله سبحانه وتعالى حرم على الناس الرباء فعوضهم التجارة الرابحة الله سبحانه وتعالى حرم على الأمة الرباء كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء إذن حرم الرباء ففتح بابا آخر وعوض بشيء آخر وهو التجارة الرابحة هو التجارة البيع والشراء كذلك حرم الله عز وجل القبائث وأحل الطيبات حرم أغلق باب القبائث لأن المفروض الإنسان يكون طيبا لا يأكل إلا طيبا ولا ينبغي له أن يحصل مالا إلا أن يكون المال طيبا ولا أن يأكل ولا أن يدخل على نفسه ولا على أولاده ولا عهل أهل بيتي إلا الطيب فحرم الله عز وجل الخبائث فعوض بأنه أحل الطيبات حرم الخبائث وأحل الطيبات كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ماذا؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائث صلى الله عليه وسلم وحرم الله سبحانه وتعالى أيضا الزنا فعوض بالزواج المبارك أغلق الله عز وجل على الناس هذا الشيء الخبيث وهذا الرجس ففتح باب الحلال ففتح باب الحلال بالزواج المبارك جعله آية وجعله آية كما قال الله سبحانه وتعالى ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كذلك حرم الله عز وجل اللغوى واللهوة حرم اللغوى واللهو سماعه وأحل سماع كتابه إذن الله عز وجل لا يغلق الأبواب أبدا وهذه قاعدة أيضا إذا أردت أن تغلق على الناس بابا فعليك وأن تفتح أبوابا أو تفتح بابا آخر مش حاجة اسمها كده وخلاص مش حاجة اسمها أنك تغلق الباب تاب البديل إيه يا أخواننا مفيش طيب يأتي مستفت يا استفتي شيخ ولا أستاذ ولا دكتور ولا الكلام ده يقول لا ما تعملش كذا طب إيه البديل أغلقت هذا الباب افتح له بابا آخر ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لما حرم سماع اللهو واللغو وما إلى ذلك فجعل أحل سماع كتابه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل تتذبر باب القرآن تتذبر القرآن وتسمع آياته وتعمل بها وتنظر فيها وفي أوامرها ونواهيها كما قال الله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إذن نستخلص من هذا قاعدة وهي تقول فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وهذا نص حديث عند الإمام أحمد بسند جيد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تدع شيئا إنك لن تدع شيئا إلا عوضك الله أو بدلك الله أو أبدلك الله ما هو خير لك منه إنك لن تدع شيئا يعني شيئا محرما شيئ غير مستحب شيئ غير مصوغ لك إن أنت تتعامل به أو تأكل به أو تحصل به كذا مالا أو علما أو أي شيء حرام يعني وتركته لله وتركته لله إلا أبدلك الله أو بدلك الله ما هو خير لك منه وانظر إلى التعليق في هذه اللفظة إلا ما هو خير لك يعني إيه يعني مش لازم إن البدل خلاص يا أخواننا يكون من جنس ما تركت يستاذب يكون من جنس ما تركت لو أنك تركت الكذب فقد يعودك الله سبحانه وتعالى بسبب تركك لهذا الكذب الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بشيء يكون خيرا لك في الدنيا والآخرة إذن الإنسان عنده كما اتفقنا في مقدمة الدرس عندنا عدة إشكاليات وعدة أخطاء وعدة عقبات تحول بين الإنسان وبين استقبال مواسم الطاعة استقبال الصيام استقبال الترويح استقبال الآداب الشرعية التي أمرنا بها تزكية النفسي مثل هذه الأشياء هذه المعاوقات في كل إنسان كل واحد فينا هو أعرف بنفسي وهو أعلم بحاله هو أعرف بنفسي وهو أعلم بحاله لكن عندنا دائما بنأتي بالشيء ولو كان في إشارة يعني أنت تأتي بالشيء ثم يكون لك هذا الشيء عونا على أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن تصحح وأن تعدل من هذا الخطأ فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما ذكرت نص الحديث لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه القاعدة هذه القاعدة احفظوها وأعملوا بها وقد يعني وردت في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وهذا مجرب أخواننا هذا مجرب لأن الله عز وجل عنده أجر عظيم الله سبحانه وتعالى عنده أجر عظيم وهو الذي خلق كل شيء وله مقاليد السماوات والأرض وما ذلك على الله بعزيز لكن أنت بس تتحرك بقلبك تحرك بقلبك وأقدم ولا تتأخر لا تكون كالذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقيم ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله لا بادرد الآن واترك ما عندك من خلل وفتش على مواضع الضعف والخلل في حياتك وعدلها حتى لو بورقه وقلم أخواننا حتى ولو بورقه وكلام في حد فينا عنده إشكالية ملزمة أنه هو مثلا يعني بيكذب يكتب هذا ويحاول صحي الكذب ويحاول يجالس أهل العلم ويحاول يجالس من ينصحه حاول يقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنسان بيأكل الربا يحاول الآن يكف عن أكل الربا فسيعوده الله عز وجل المال الحلال وسيعوده برزق واسع وبركة وسعى في المال والعمر وما إلى ذلك إذا ترك هذا لله إذا ترك هذا لله إنسان مبتلى بأنه يفتش وينظر في عورات الناس ويسأل عن الأسرار وعن الدواخل وعن خصيات الناس انتهي الآن انتهي الآن وابتعد الآن مالك وللناس مالك وللناس كل واحدة أخواننا المفروض نتعلم مهارة النسيان انسى اشغل نفسك اشغل نفسك بما ينفعك للأسف الشديد عندنا قطاع عارض جدا جدا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك خف وزنها بين الأمم خف وزن الأمة بين الأمم لمثل هذه الأمراض التي توغلت وتمكنت من قلوب المسلمين فكتر من الناس يشغلوا نفسه بالناس يشغلوا نفسه بأحوالهم يشغلوا نفسه بدخولهم يشغلوا نفسه بأولادهم يشغلوا نفسه ببيوتهم بسيارتهم بما يمشون كيف يتكلمون لا اشغل نفسك بنفسك اشغل نفسك بنفسك يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة انت 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 مسؤول عن نفسك يوم القيامة ولن تسأل لماذا كان فلان بيركب كذا ولا لماذا حصل فلان ولا كذا انت لماذا تشغل نفسك بالناس واحد اتنين اكتسب مهارة النسيان اكتسب مهارة النسيان فان الانسان لو تعلم ان هو ينسى وما يخزنش عارفين البنادم اللي بيخزن تيجي يقول لك من عشر سنين كان قال لي كذا اصل من قابلته من فترة طويلة جدا وكان براء لي يعني قد تقول لك لا اكتسب مهارة النسيان اكتسب مهارة النسيان واكتسب مهارة الصفح والعفو الا تحبون ان يغفر الله لكم فمن عفى واصلح فاجروه على الله الكلام ده يا جماعة مشكلتنا زي ما نقول دايما ان احنا بنصدره لغيرنا نصدر كلام الله لغيرنا سنيقف ويعظ الناس وعظا بليغا تكاد يعني تبكي منه العيون وتجل منه القلوب والمسائل صعبة جدا جدا وتجي على ارض الواقعة تلقى صفر تنفيذ صفر تنفيذ ولذلك الله عز وجل عاتب هذا الصنف وقال لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا فاللسان محتاج وإلا ستدخل رمضان وانت ما عندك شيء اصلا تحصله اذا كان القلب كما هو واذا كنت مصر على هذه الافات وهذه الذنوب وهذه الاخطاء وهذه الاشياء التي لا يرضاها الله عز وجل وانت مصر على ان لا تتعلم وان لا تغير من نفسك وان لا تترك لله يبقى لن ينتفع ما هي القصة ايه اخونا القصة ان القلب هذا وعاء القلب هذا وعاء والوعاء ينضح بما في كل وعاء اللي فيه هو اللي بيبان اللي فيه هو اللي بيبان فان كان القلب اسودا والعياذه بالله ان كان القلب بعيدا عن الله سبحانه وتعالى او طبع عليه والعياذه بالله فلن ينتفع ابدا اتسجد تبس تقول اخونا يا شيخ انا لا اتأثر بقراءة القرآن ولا اخشع في الصلاة واعود للمعصية بسهولة واصبحت لا اخاف من الكبيرة ارتكب الكبيرة ولا اخاف منها واصبحت امشي في الجنائز او في المقابر كأنني يعني في حمام والمسألة بالنسبة لي كل هذا يا اخونا لانسان لم يحاول انه يقلع ويترك لله سبحانه وتعالى ويجدد من حياتي ويجدد من نفسي ويجدد من اخلاصه ومن اقباله على ربه سبحانه وتعالى فهذا الذي ينبغي للمسلمين ان يفعله انظر الى الصحابة رضو الله تعالى عليهم وتطبيق هذه القاعدة العظيمة واخذها من الان واعمل بها اجعلها امام نواظرك وفي قلبك من ترك لله عوضه الله من ترك لله لله يعني انسان مثلا كان يسرق يمد يده يعني خلاص وبعدين بعد فترة حاس ان هو كبر في السن ومعتش يعرف يتسلق الجذر ويطلع السلالم والكلام ده فقال خلاص توبت هذه ليست توبة هذه ليست توبة هو ترك الامر مجبر تركه غصبة عنه معاتش قادر بارش port يسرق لكن لكن الاصل انك تترك الظنب وانت قادر على فعله تترك الظنب لله تترك الظنب وانت قادر على ان تفعل لكنك تركت لله سبحانه وتعالى فان تركت لله فالله العظيم سيعودك الله سبحانه وتعالى افضل مما تتخيل ومما تتفهم ومما تتمنى ومما تتمنى وانظروا الى الصحابة رضو VIe تعالى عليه المهاجرين الأولين رضي الله عنه تركوا ديارهم وانت عارف ان الديار لها الديار الإنسان يعني لها أثر كبير جدا جدا في نفوس البشر يعني البيوت والديار والأراضي والأوطان والكلام ده لها أثر عظيم في قلب الإنسان حتى ولو كانت يعني قرية صغيرة في حجري أو في جحري بلد حتى لو كانت قرية صغيرة جدا سنبيحن البلد وإلى ملاعب الصباح وإلى ما تربى عليه وإلى أقرانه وأخوانه وأصدقائه والكلام الصحابة رضي الله تعالى عليهم تركوا ذلك كله لله تركوا ذلك كله لله ومنهم من جاء فوقفته قريش انتريح فين كذا تسيب مالك وديارك كذا وتفضل فترك لله وخرج وترك لله سبحانه وتعالى وخرج فتركوا ديارهم وأموالهم وأصدقاءهم وأصحابهم وأصفيهم كل من يحبون وخرجوا لله ورسوله فكانت النتيجة أن عوضهم الله سبحانه وتعالى عوضهم الرزق الواسع في المدينة وعوضهم العزة والتجارة الرابحة والتمكين يعني مكنوا ومكن الله سبحانه وتعالى لاهم ليه لأنهم تركوا كل ذلك لله فعوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا مما تركوه قال الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله لبالك في بعض كلمات في القرآن كده تحتاج أن تتحط عليك قصير كده وتتأمل تأمل فقد وقع أجره على الله لم يقل فكان أجره الجنة أو كان له الجنة أو سيرزق جنة عرضات السماوات والأرض إنما قالك وكان أجره على الله خلاص أخواننا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أي أجر على الله إذا كان الكريم هو الذي تكفل بالأجر فكيف يكون الأجر ولذلك بنقول تركوا غال ونفيس وعزيز على النفوس فعوضوا بما ذكرت أيضا لما اعتزل سيدنا إبراهيم عليه السلام قومه وأباه وما يعبدوه لما قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة نهرك وقومك في ضلال مبين واعترض إبراهيم القصة معروفة والكلام ده لما ترك هذا لله واعتزل أباه وقومه وما يعبدون رزقه الله سبحانه وتعالى الخلة رزقه الله عز وجل الخلة والخلة دي أعلى درجة المحبة قال الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ترك هؤلاء فعوض بالخلة عندنا أيضا سيدنا سليمان عليه السلام المرة كان يجلس فيعني أعجبته الخيل كان عنده خيل لها يعني أو صف عجيبة وغريبة وهي خيل يعني نادرة الوجود فأخذ ينظر إليها وأعجب بها حتى غابت الشمس ويعني قال المفسرون أنه بهذا يعني نسي أن يذكر الله سبحانه وتعالى وألهته هذه الخيل فلما ألهته الخيل عن ذكر الله سبحانه وتعالى أهلكها أو أتلفها وأخذ مسحا بالسوق والأعناق يعني قطع سيقانها ويعني نحرها فأبدله الله عز وجل وعوضه الله سبحانه وتعالى بقوله فسخرنا له الريحة تجري بأمرنا رخاء حيث أصاب يعني نشوف الله عز وجل لا يضيع على عبد ما تحمله من أجله ولا يضيع على عبد ما تركه لله إلا عوضه وأبدله خيرا منه فلا تتعجل لا تتعجل بالمعصية إنما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال بمعصيته إوعى تظن أنك إذا اختلست أو أخذت أو أخذت ما لا يحل لك أو دلست في قول أو في فعل أو في عمل أو ما إلى ذلك أنك يعني تحصل بهذا رزقا يكون حلالا أو لم يأتيك هذا الرزق بالحلال لا أبدا الله عز وجل يعطيك لكن لا يعطيك الله سبحانه وتعالى إلا بأخذك بالأسباب وبالمشروع فلا تقدم أبدا على حرام وتظن أن ذلك الأمر خير لك بل هو شر لك من ترك لله عوضه الله سبحانه وتعالى ومن أغلق بابا من أبواب الحرام فتح الله له بابا للحلال من أغلق بابا من أبواب الحرام من أبواب الحرام فتح الله سبحانه وتعالى له بابا للحلال وأنتم تعرفون حضراتكم تعرفوا جيدا يعني يعني فوق التسعين في المئة من المسلمين يعلمون حديث الغار والثلاثة الذين آواهم الغار أو آواهم الليل إلى الغار فيعني انحضرت الصخرة أردوا أن يبيتوا في الغار فانحضرت الصخرة على هذا فسدت الغار المهم أن كل واحد فهم دعا بدعاء فتعلمون ذلكم الرجل الذي دعا وقال اللهم إنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء والقصة معروفة ثم قال فلما يعني قالت له اتق الله فقمت عنها وهي أحب الناس إلي هي أحب الناس إلي قام لله ترك خلاص وسير يا جماعنا دايما بقول له أخوانا لا تكسر العتاب ولا تكسر اللوم ولا تكن شماتا في خلق الله ممكن الإنسان اللي بيغلط ده يكون جواك ويس ممكن الإنسان اللي أخطأ ده أخطأ غصب عنه غلبته نفسه على الخطأ ثم عاد وتاب ورجع وأناب وعلم أن الله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميع فتوش ده كان أخطأ وأنا دايما بقول أخوانا الإسلام عندنا ما عندنا في الإسلام سوابق ما عندناش فلن ده سوابق في الإسلام فيش كلام فيش كلام ده ليه؟ لأن الإنسان إذا اقترف إثما اكتسب إثما أو معصية أو خطأ أو حاد عن طريق أو فعل شيئا غير مألوف ثم أعدل مصاره وصحح طريقه وراجع إلى الصواب خلاص قضي الأمر فأقول لك ما عندناش سوابق ما عندناش كل واحد يعير فلن يعيره بما فعل من عشر سنين ولا من خمس سنين ولا الكلام ده لا كلما يروح تقول لك ده سوابق لا يعمل ولا كذا ولا يقبل في مكان لا ولذلك لما اعترض من الصحابة رضو الله تعالى عليهم على هذه المرأة التي رجمت المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حصل فيه يعني نشبه كده مناقشة بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي له قد تاب التوبة لوزعت على سبعين لا وسعتهم سبحان الله العظيم إذن ما فيش حاجة اسمها سوابق ما فيش حاجة اسمها سوابق عندنا من تاب تاب الله عدد ربنا قال للكفار كده ربنا قال للكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له على طول ما فيش مقدمات إن ينتهوا يغفر له هما يتعاملون مع رب العالمين لا مع العباد ليس المعاملة بينهم وبين العباد أو منك وبين العباد الشهد الشهد من الكلام أن هذا الذي قام عن هذه المرأة وهي أحب الناس إليه لما قاموا قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عننا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة بسبب تركه لهذا العباد فهذا أيضا فيه إشارة لطيفة جدا أنك ممكن تترك النهاردة شيء معين وبعدين تعب بأتنتظر يوم اثنين اسبوع ثلاثة تقول له ما حصلش حاجة لا الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار الله قدر مقادير القلائق وأرزقها وقسم أرزقها وأقواتها سبحانه وتعالى في الأوقات التي قسمها الله سبحانه وتعالى فانت ما تقول شأن أنا تركت الكذب النهاردة فأنا عايز النتيجة بكر تركت الزنا نهاردة عاوز النتيجة بكر تركت أكل الحرام النهاردة أريد النتيجة غدا لا دعي الأمور لله سبحانه وتعالى ودعي للخلق للخلق كما نقول يعني واعلم أن الله عز وجل وعدك وأن النبي عليه السلام وعد أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هذا الذي ذكرت لحضراتكم هذه المقدمة لأن المفروض أننا بنعمل عملية تخلية تخلية قبل التحلية زي ما يقول أهل العلم يعني أنك تخلي قلبك ونفسك وعقلك وجسدك من الأشياء السيئة لتستعد بالتحلية وأنك تضع بقى الإيمان وتقوى الله والصدق والقرب من الله سبحانه وتعالى للأيام المقبلة اللي هي بقى النصف التاني من شعبان ثم بعد ذلك دخول الشهر العظيم شهر رمضان المبارك إذن ما الذي ينبغي المسلم أن يفعله في شعبان وهل يصوم المرء من شعبان إلى نهاية شعبان ولا لا يصوم وكيف تصوم المرأة التي كانت يعني معذورة في رمضان ومن كان عليه صوم وهل يصوم أحد عن أحد وكل ذلك وغيره في لقاء القاجم بحول الله وطوله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته